لأن الإعلام رسالة تنقل نبض الشارع وتحمل آلامه وأماله فقد كشفت ثورة التشرين التي فجرها شباب العراق ضد النظام وأحزابه الفاسدة عن مواقف إعلامية مشرفة تبنت رؤية الشعب ونقلت صوته بكل مصداقية وأمانة وأخرى فضلت أن تكون بوقاً للسلطة الغاشمة ومدافعة عن هذا الحزب أو ذاك بينما ظلت أخرى تجلس على التل تنتظر ما ستؤول إليه الأمور لتنتهز الفرصة وتركب الموجة في ثورة التشرين برز ممبر إعلامي أثبت أصالته وروحه الوطنية كان صوتاً للجمع الثائرة ومرآة للواقع العراقي الجديد الذي صنعه الشعب إنها قناة الرافدين التي تصدرت المشهد الإعلامي المؤيد لثورة العراقيين وعبرت عن ضمير الشعب الذي انتفض ضد نظام المحاصصة الطائفية ورعاته في الخارج لا أدل على ذلك من شهادات الشارع العراقي نفسه الذي أشاد بدور القناة ومواقفها وهو ما أكده أيضاً الاستطلاع الذي أجري مؤخراً وتصدرت فيه قناة الرافدين قائمة وسائل الإعلام العراقية الداعمية للثورة الناقلة لأحداثها وأصدائها بموضوعية وشفافية ثلة المنتفعين الذين أغراضتهم ثورة العراقيين لم يجدوا سوى ذات الوسائل القديمة لتشويه صوتها الحر الناقل لها ذباب إلكتروني وعمليات تزوير وصلت إلى ابتداء صفحات مفبركة على مواقع التواصل تحمل شعار قناة الرافدين لتبث أخباراً كاذبة مستغلة اسم القناة وسمعتها بين جموع الشعب في محاولة يائسة لضرب دور القناة وإظهارها بمظهر المتماهي مع بعض رموز العملية السياسية وهو ما تنفيه القناة جملة وتفصيلاً مؤكدة على موقفها الببدئي الراسخ برفض هذه العملية السياسية التي بنيت على احتلال لتصل بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة من الفشل والخراب وهي اليوم توشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد أبناء العراق وثورتهم الغراء